تصعيد متواصل تشهده الحدود بين الصيربيا وكوسوفو منذ الأيام الماضية في ظل تخوفات دولية كبيرة من وقوع حرب جديدة في منطقة البلقان اقدام السلطات في كوسوفو على اغلاق اكبر معبر حدودي مع صيربيا زاد من تأزم القضية بين الطرفين وفي مؤشر على زيادة التوتر اعلنت صيربيا وضع جيشها في حالة تأهب قصوى مبررة ان الوضع في شمال كوسوفو معقد ويتطلب وجود القوات المسلحة على طول الخط الاداري بين كوسوفو والجزء الاوسط من البلاد وفي محاولة لنزع فتيل الاشتعال طالبت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي جميع الاطراف بممارسة اقصى درجات ضبط النفس واتخاذ اجراءات فورية لتهديئة الوضع في شمال كوسوفو ودعت واشنطن وبروكسل كوسوفو وصيربيا الى تهيئة المناخ الملائم للمصالحة والتعاون لصالح شعبيهما الجهود الامريكية والاوروبية تتواصل لايجاد حل سياسي من اجل نزع فتيل التوتر بين الجانبين وترجع الازمة الى عام 1999 مع انفصال كوسوفو عن صيربيا واعلان استقلالها عنها عام 2008 لكن بلغراد ما زالت تعدها جزءا من اراضيها وتدعم اقلية صربية تعيش في كوسوفو التي تحظى باعتراف اكثر من مئة دولة ليس من بينها صيربيا وروسيا والصين ومن الناحية الديموغرافية يشكل الصرب نحو خمسة بالمئة من سكان كوسوفو في حين ان تسعين بالمئة من السكان من اصل الباني فيما يعيش نحو خمسين الف صربي في شمال كوسوفو ولا يعترفون باعلان استقلالها ويحتفظون بروابط وثيقة مع بلغراد موسيقى